الهيل أو الحبهان عند بعض الشعوب إنه من الأعشاب الرائعة والأضافات ذات النكهة المميزة في الطعام مع أن المعظم يعتقد أن الهيل هو مجرد منكه للطعام فحسب إلا أن له فوائد الهيل عديدة وهمة للصحة فلنتعرف فيما يأتي على فوائد الهيل للصحة وثاره الجانبية وكافة المعلومات الهمة حوله فإذا كنت تحب الهيل في الطعم فإن فوائد الهيل عظيمة فعلا تجعلك تتمسك بهذه العادة أكثر وأكثر فهيا بنا نتعرف على المزيد فوائد الهيل عديدة ومذهلة اشتهر الهيل بفوائده الطبية منذ القدم بالإضافة لكونه أحد التوابل الأكثر شيوعا والهيل ذو قيمة غذائية عالية التي ربطتها العديد من الدراسات بعدد كبير من الفوائد الصحية إليك أبرز فوائد الهيل الصحية فيما يأتي يساعد في الوقاية من السرطان في دراسة أجريت عام 2012 نشرت نتائجها عبر المواقع الإلكترونية تبين أن الهيل ينظم نشاط الجينات في خلايا سرطان الجلد ويقلل من نشاط الجينات المرتبطة بانتشار ونمو السرطان كما وجد أن هناك مركبات في الهيل تحارب السرطانات وهذه المركبات لها قدرة على قتل الخلايا السرطانية ومنع نمو خلايا سرطانية جديدة بسبب احتواء الهيل على مواد مضادة للأكسدة فإن الهيل يعتبر من الأمور الضرورية للوقاية من مرض السرطان بشتى أنواعه وذلك لأن هذه المواد تحارب الشوارد والزوائد والتي تعتبر من مقدمات تكون الخلايا السرطانية في الأدد كما تمنع هذه المولدة بمنع انتشارها في المنطقة التي تكونت بها وبالتالي حصرها في هذا المكان للقيام بالقضاء عليها يعزز صحة الجهاز الهضمي يحتوي الهيل على مجموعة من الألياف والمواد الكيميائية المفيدة جدا للجهاز الهضمي إذ إنها تعمل على ألاتي 1- تساعد على علاج مشكلات المعدة وتقلصات الأمعاء والنفخة وتقليل مظاهر عسر الهضم والاضطرابات المعوية واضطرابات القولون 2- تساعد على زيادة حركة الطعام عبر الأمعاء مما يساعد في الوقاية من الإمساك وتعزيز عملية الإخراج 3- تعزز عملية تليين البرازي وبالتالي سهولة الإخراج يساعد في خفض الكوليسترول ويعمل على حماية لانسان من الجلطات الدموية 4- الهيل غنى بالألياف الغذائية مما يعطيه خاصية مهمة إذ إن الألياف تساهم بشكل كبير في خفض مستويات 5- الكوليسترول الضار في الجسم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية مما يساهم في الوقاية من الجلطات 6- والسكتات الدماغية جلطات الدم تعتبر من المشاكل الصحية المنتشرة بسبب الاضطرابات العنيفة لضغط الدم إلا أن من فوائد الهيل هو القيام بمنع التراكم المضر للصفائح الدموية والتصاق جدران الأوعية الدموية 7- والشرايين الرئيسية الرئيسية في الجسم وبالتالي الحفاظ على القلب والدم من الجلطات المختلفة 8- يساهم في السيطرة على الوزن محتوى الهيل العالي من الألياف الغذائية قد يجعل له دور في تعزيز عملية فقدان الوزن فكل ملعقتين كبيرتين من الهيل تحوي 3.2 غرام من الألياف الغذائية أي ما يساهم بتغطية ما يقارب 13% من احتياج النساء اليومي من الألياف 8% من احتياج الرجال من الألياف هذا يعني زيادة الشعور بالشبع وامتلاء المعدة بعد تناول الوجبات التي يدخل فيها الهيل وتسهيل عملية 9- الهضم والإخراج ومما يجدر ذكره أن طبخ الهيل يساهم في تعزيز الفائدة المجنية من الألياف الغذائية 10- التي يحويها 11- يحتوي الكثير من الحديد والمنغنيز 12- يعد الهيل مصدرا جيدا للحديد والمنغنيز المهمين للعديد من العمليات الحيوية في الجسم والتي تتمثل 12- بيلاتي 13- واحد 14- يساعدان في عملية الأيد الخلوي 15- اثنان 15- يساعد الحديد في الوقاية من فقر الدم 16- انوميا 16- ويوفر الأكسوجين للخلايا 17- ثلاثة 17- يساهم المنغنيز في الحفاظ على صحة العظام 17- يعالج الغثيان والقيئة 18- يساعد تناول الهيل على الوقاية من بعض الأعراض المزعجة 19- مثل 19- الغثيان والقيئ 19- وخاصة التي من الممكن أن تحدث ما بعد الجراحات والتخدير 20- قد وجد أن تطبيق خليط من الهيل والزنجبيل وبعض الزيوت لساسية على الرقبة لمدة 30 دقيقة بعد تخدير 21- العمليات الجراحية يساهم في تخفيف الإثار الجانبية وبعض الأعراض مثل 21- الغثيان والقيئ 22- يحسن رائحة وصحة الفم 23- وجد أن من فوائد الهيل قدرته على تحسين رائحة الفم الكريهة 24- وهي وصفة تعد قديمة وتقليدية فمن الممكن 25- مضغل قليل من الهيل بعد الوجبة لتحسين رائحة النفس 26- كما أن استعمال الهيل يساعد على الوقاية من البكتيريا والجرافيم التي قد تسبب تسوس الأسنان وأي مشكلة 27- أخرى فيها تقوم بعض شركات تصنيع العلكة باستخدام الهيل في تركيبة علكة الفم بسبب خصائصه المفيدة تجاه الفم 28- الهيل يمنع العجز الجنسي لدى الرجال 29- ألا الرجال الذين يبحثون عن وسائل طبيعية لتقوية العضو الذكري وصلابته عند الانتصاب أثناء العلاقة 30- الحميمة 31- فإن الهيل يعتبر من الأعشاب المميزة التي تساعد على ذلك 32- لذلك على الرجال استخدامه في طعامهم لحمايتهم من مظاهر العجز الجنسي 33- مقوي جنسي للنساء 34- الهيل يرخي عضلات منطقة الحوض الملساء ويزيد من التحريد العصبي فالحوض مما يجعله حلا مناسبا 35- وطبيعيا لمشكلات ضعف الرغب الجنسيه عند السيدات 36- الهيل لعلاج نزلات البرد 37- نزلات البرد يمكن علاجها من خلال تناول الطعام المضاف ليه الهيل 38- حيث يعالج الفم والشعب الهوائية وكذلك التخفيف من الانفلونزا وأعراض البرد والتخفيف منها وعلاجه 38- الالتهابات المختلفة مثل التهابات الحلق الشديدة والتي تعتبر من مضاعفات البرد ونزلات الانفلونزا 39- إذا كنت تعاني من اضطرابات الحالة المزاجية يمكنك القضاء عليها من خلال الهيل 40- إضافة الهيل أو الحبهاني إلى الطعام أو الشي والقهوة وغيرهما يعتبر من الأمور التي تؤدي لا تحسين 41- الحالة المزاجية وعلاج الاكتئاب وذلك من خلال الرائحة النفاذة التي تقول عنها الدراسات المختلفة والتي 42- أكدت أن رائحة الهيل قادرة على تحسين حالتك المزاجية عموما 43- فاتح للشهية 44- يتم إضافة القليل من مسحوق توابل الهيل إلى الطعام كتوابل فاتحة للشهية أو يتم مضه بذور الهيل لنفس 45- السبب وهو العمل على فتح الشهية 46- علاج للصداع 47- بإضافة بعضا من بذور نبات الهيل على كوب من الشي فإنه علاج قوي للصداع 48- تساعد توابل الهيل على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم وهو ما يعمل على تقوية الجهاز المناعي 49- للجسم والعمل على مقاومته للأمراض 50- محارب قوي ضد الجراثيم 51- أجراء ألان فوستر باحث من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية أبحاثه على نبات وبذور 52- الحبهان الهيلو 53- ووجد أن هناك حوالي 15 مركب يمكنها أن تحارب الجراثيم والبكتيريا والفيروسات التي تؤذي الإنسان 54- وتسبب له المرض والعدوى 55- ومن أهم الجراثيم التي يحاربها الهيل الجراثيم العقديات المكورة التي تتواجد عادة فالفم والتي 56- تسبب أذان كبير فالأسنان واللثة 57- مضاد طبيعي للالتهاب 58- لأنه مادة طبيعية تحوي الكثير من المواد والعناصر المتوازنة بعكس الأدوية والمواد الكيميائية 57- المصنعة فهد يعالج الالتهاب دون أن يخل بتوازن البكتيريا النافعة للجسم 58- فالأدوية والمضادات 59- الحيوية تقتل البكتيريا النافعة مع البكتيريا الضارة فتضر الجسم من اتجاه أخر إما الهيل 59- الحبهان 60- فهو يقتل البكتيريا الضارة المسببة للأمراض فقط 60- يطرد البلغم من الشعب الهوائية 61- لأن أوراق نبات الهيل 62- الحبهان 63- تحتوي على مادة السينول شديدة الفعالية في إخراج البلغم من الشعب الهوائية فيساعد بشكل كبير على 63- تقليل السعال والشفاء من التهابات الجهاز التنفسي 64- وطريقة استعماله أن تأخذ ملعقة من مسحوق أوراقه 64- الجافة ثم تضاف لا كوب ماء مغلي وتترك مغطات ليتم الاستفادة القصوى من زيوتها الطيارة ثم 65- تصفى وتشرب بعد عشرة دقائق من مرة واحدة لا ثلاث مرات في اليوم 66- ثلاث أكواب 67- الهيل 67- الهيل لحب الشباب 67- يحارب الهيل البكتيريا التي تتسبب في البثور وحب الشباب لدى المراهقين، ويمكن أن يخفف الهيل من أعراض 68- الالتهاب الجلدي وانتشار البثور على البشرة والجسم، خاصة إذا تم استخدامه كغسول للبشرة 69- بشكل منتظم 70- مقاوم للسموم 71- تساعد بذور الحبهان على طرد السموم من الجسم وطرحها خارجاً عن طريق الكلا 72- كما أن دراسة أجريت فجامعة تشونت شينت في تايوان أكدت على أن الهيل يساعد في طرد السموم من الجسم 73- عن طريق استخدام الفئران كحيوانات تجارب وتم إضافة الهيل فنظامهم الغذائي بعد ملاحظة النتائج 74- لمدة مناسبة، وثق وانخفاض مستويات مادة بيتا دي جلو كورونيداز الخطيرة جداً فاجسامهم 75- مقاوم للشيخوخة 76- عملية تلف الخلايا وعدم تجددها من الأشياء المحرضة للشيخوخة والضعف العام مع التقدم في السن 77- الحبهان مضاد طبيعي لعملية الأكسادة، بما يحتويه من فيتامينات متعددة ومغذيات كثيرة وزيوت ثابتة 78- وطيارة 79- يفيد مرضى باركنسون 79- لأن الهالة أو الهيل مضاد قوي طبيعي للأكسادة فهو مفيد لأمراض الدماغ التي تتطلب صحة الخلايا الرمادية 80- وإعادة تجديدها بانتظام، وهو يعمل على زيادة كمية البلوتاثيون في الجسم ككل وبالتالي يساعد فاشفاء مرض 81- باركنسون وسائر الأمراض لتا يتضمن علاجها مضاد لعملية الأكسادة، يحارب التورمة، ألا جانب ما ذكرناه عن خصائص الهيل المضادة للبكتيريا والالتهابات فهو يحارب التورمة بعناصره 82- المفيدة وفيتاميناته الرائعة التي تنشط الدورة الدموية في الجسم كله 83- الهيل مدر للبولي، ينظف الهيل المسالك البولية وينقل مثانة والكلا ويساعد على التخلص من الأملاح والماء الزائد في الجسم ويحتوي على الديتوكسفير المدر للبولي، كما أنه يقاوم الالتهابات 84- الهيل يزيد من نظارة البشرة 85- ترقب بذور الهيل البشرة وتعمل على تغذيتها العميقها، كما أنها تعمل كمضاد للجراثيم ويمكن كما قلنا سابقا 86- استخدامها كغسول يومي، ولأن الهيل يساعد على ارتفاع حرارة الجسم الداخلية والخارجية مما ينشط الدورة الدموية بشكل كبير 87- ويؤدي بالتالي لنظارة البشرة 88- فوائد الهيل للشعر 89- تحتوي توابل الهيل على الكثير من الزيوت المفيدة لصحة الشعر كما تعمل على تغذية وتقوية جذور 89- الشعر والحصول على شعر متألق ناعم وكثيف 89- الهيل لفطريات الرأس 90- من أكبر المشاكل التي تواجه الشعر وتستغرق الكثير من الوقت لحلها هي قشرة الرأس، سواء للصغار أو 90- للشباب أو لكبار السن، ولذلك يمكن استخدام الهيل كغسول لتنظيف فروة الرأس يوميا يزيد فعالية ندوية 91- الأمراض الجلدية 92- ولأن هناك مواد فالحبهان 93- الهيل تساعد على دخول المراهم والكريمات للجلد وتسرع من تأثيرها فيعتبر من الأدوية المساعدة شديدة 93- الأهمية 94- يمتلك الهيل فوائد أخرى 95- يوجد العديد من فوائد الهيل الأخرى، ولكنها بحاجة إلى المزيد من الإثباتات والدراسات التي تؤكدها، ومن 95- أبرز فوائد الهيل الأخرى لا تي 96- يعالج أعراض القولون العصبي 97- يزيد من فقدان الشهية 97- يعالج نزلات البرد والسعال، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الفم والحنجرة 98- يعالج مشكلات المسالك البولية 99- يخفض مستويات السكر في الدم 99- يحمي الكبد من الأمراض 99- يعالج الأرقى ويقي من الاكتئاب 100- يحسن تدفق ودوران الدم 100- العناصر الغذائية في الهيل 100- يعد الهيل قليل السعرات الحرارية، حيث تحوي الحصة منه أي ملعقتين كبيرتين على ما يقارب 36 سعرة 100- حرارية 100- كما أن الهيل هو مصدر غني للعديد من المغذيات المهمة، مثل 100- الألياف الغذائية، وبعض المعادن المهمة، والمركبات المضادة للسرطان 100- الإثار الجانبية للهيل 100- يتم الحصول على فوائد الهيل إن تم تناوله بكميات أمنة وعادية، لكن الإفراط في تناوله قد يؤثر 100- على الفئات الإتية 100- الحامل والمرضعة 100- إذ لا توجد معلومات ودراسات كافية حول الكميات الإمنة للاستهلاك من قبل هذه الفئات، وثارها الجانبية 100- عليهن الأشخاص الذين لديهم حصى في المرارة، تناول الهيل بكميات كبيرة قد يؤدي إلى المغص، وزيادة التشنجات لمن يعانون من حصى المرارة ترجمة نانسي قنقر